أشارت آخر حصيلة رسمية لأعداد الضحايا جراء الزلزال إلى مقتل 2921 شخصا وأيضا إلى جرح حوالي 16 ألفا بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية فيما سجل تدمير أكثر من 6217 مبنى أما في سوريا فقد ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 1440 قتيلا فيما دمر الزلزال مئات المنازل ليفاقم من معاناة السوريين في وقت عبرت الأمم المتحدة عن خشيتها من تسجيل مزيدا من الضحايا في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة